في الفيديو ده هنتكلم عن اختصارات الانترنت واختصارات الويندوز يعني بغض النظر كده في الناس مش عارفة ازاي يعني مش عارفة كل الاختصارات بتاعت الكيوبورد او اختصارات الانترنت اللي ممكن تستخدمها وتسهل عليها حيات كتير علشان ما تزهقش من القعدة او علشان ما تملش من الشغل بتاعها احنا دلوقتي هنشرح ازاي او هنشرح بعض الاختصارات اللي هي ديت اللي انا بتكلم عنها دلوقتي يعني مثلا اول اختصار وهو هيبقى عن ازاي اوقف الكمبيوتر بتاعي في خطوة واحدة من غير ما اضغط على start كده واضغط shutdown لا في اختصار للموضوع ده اقدر ان انا اقفل الكمبيوتر بتاعي بكليك واحد بس او حدد على الحاجة كده حدد على الملف كده واضغط enter يقوم الكمبيوتر معفول طيب تعالوا بينا نتابع ونشوف ايه هي الخطوة دي اول حاجة هنعمل انا ضغط click من كده ونيجي على new ونضغط على shortcut تمام هنا زي ما نشايفين ظهر لنا الموضوع ده كده هنكتب هنا shut down مسافة شرط S مسافة شرط T وهنضغط على 00 بعد كده هنضغط هنقوم بس دي كده copy وعد كده هنضغط على next هنا اسم الملف بيقول لنا اسم الملف اللي هيتعمل هيبقى اسمه shut down هنضغط على finish انا لو ضغطت على دي دلوقتي انا لو ضغطت على دي دلوقتي الكمبيوتر هيفصل تمام طيب هو shortcut وهكتب نفس الامر ده تاني بس بدل السفر سفر اللي هي السفر سفر دي الوقت يا جماعة طيب تمام ده الامر الاصلا مكتوبة هو والسفر سفر ديت عبارة عن وقت قفل جهاز يعني انا لو كتبت مثلا ستين هيفصل بعد ستين دي اه تمام هيفصل بعد ستين دي اه او ستين ثانية تقريبا لو فصل بعد ستين ثانية ممكن نخليها ستمية هيفصل بعد ستين دي اه تمام نخش على الاختصار اللي بعد كده وهو حاجة بسيطة جدا 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 انا دلوقتي فاتح كزا حاجة كده فاتح حاجات كتير تمام او فاتح مسلا فاير فوكس وجوجل كروم والفوتشوب وتريم ويفر مسلا او كما تاجيا وعايز ان انا الغي كل البرامج دي اخليها تنزل من على الشاشة كده يعني مش افضل هدوس كل شوية على علامة الناس دي علشان هنزل الصفحة دي تحت لأ في اختصار احنا ممكن نعمله برضو من الكيبورد ده حضرتك هتدوس على ايه ده الكيبورد قدامنا او ده الكيبورد قدامنا هتضغط على علامة الويندوز دي هتضغط عليها وما تشيلش اصباعك هي وحرفة دي هتضغط على الاتنين مع بعض زي كده هيقوم كل الصفحة اللي مفتوحة هتبصت لقيها اختفت بقيت ايه موجودة تحت هنا في الشريط التسكبورد اللي تحت ده تمام تعالوا بينا نخش على الاختصار اللي بعده والاختصار اللي بعده معنا هيكون عبارة عن ازاي او يعني هو ممكن ما يبقاش اختصار هو يعني خاصية الخاصية اللي بعد كده هي هتكون ازاي تعمل باسورد لملف الورد بتاعك يعني مسلا ده ملف وورد او انا هكتب فيه مسلا بيانات مهمة وورد بتاعك يعني مسلا ده ملف وورد او انا هكتب فيه مسلا بيانات مهمة او اي حاجة زي ما انتم شايفين كده تمام اكتب فيه اي حاجة وبعد كده احتاج ان انا احفظ الملف ده بس مش عايز حد يشوف اللي هو الملف ده طيب اقدر اعمل ايه علشان ما خليش حد يشوف اللي هو الملف ده هنضغط على قبل ما نضغط على save دي هنضغط على file بعد كده save as وبعد كده زي ما انتوا شايفين كده بيقول لي save لا مش هنضغط على save شايفين tools دي هنضغط على tools كده وبعد كده هنضغط على general option general option هنا بيقول لي اعمل password طيب انا هكتب مثلا اربع وحايد او واكتب هنا اربع وحايد او اي password انت تختاره بقى عادي وبعد كده هنضغط على okay وهنا هنكرر الباسورد تاني اللي هو في الباسورد open اللي هو هنا ده هنكتب اربع وحايد وهنكتب اربع وحايد تاني هنا في confirm password يعني تأكيد الباسورد اللي هو تاني واحد ده برضو ونضغط على okay وهنضغط على save تمام هنقفل الملف هنيجي نفتح الملف هنا اهو كده هيطلب مننا password لو كتبت الباسورد مسلا خمس اتنينات او اي رقم مش هيفتح معنا لازم نكتب الباسورد طيب هنكتب اربع وحايد كده اهو فتح معنا الملف مفيش اي مشكلة تعالوا بينا نخش على الاختصار اللي بعديه وهو هيبقى عبارة عن ازاي ان انا اعرف الملفات او المجلدات او الصور او مقطع الفيديو وشفت اه 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 العاب برامج اي حاجة اه وراح تقفل الكمبيوتر وقمت او مسلا اخوك اللي عمل كده وانت عايز تجارف هو دخل على ايه بالزبط في الملفات دي فهتقدر بكل سهولة تجارف الموضوع ده هتدخل على start هنا كده وتكتب run طبعا كلنا عارفين قايمة run اللي هي دي هتفتح قايمة run زي ما كده وهتكتب فيها الامر ده هتكتب فيها الامر ده زي ما نشايفين وتنضغط على اوكي هيفتح لنا هنا كده دي كل الملفات طبعا ده ملف انا فتحته جايبه لنا دي فولدرات انا دخلت فيها في مي كمبيوتر جايبها لنا اي حاجة بقى الصور موجودة الالعاب موجودة كل حاجة انت دخلت عليها تمام هتلاقيه موجودة في من خلال الامر ده تقدر تجيبها تاني تمام تعالوا بينا نخش على الاقتصار اللي بعده وهيبقى هو عبارة عن ازاي تظهر جميع السور الموجودة على كمبيوتر بتاعك حتى لو كانت مخفية بنفس الموضوع قايمة run دي لها مميزات كتير جدا نيجي هنا بقى الاختصار بتاع دلوقتي وهو تعمل ايه لو الجهاز بتاعك بطيء هتخش على قايمة run بنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها من الكابورد بتضغط على بتضغط علي آآ علامة الويندوز دي مع حرف الار بتفتح لك قايمة run بالشكل ده هتكتب هنا آآ علامة دي العلامة اللي هي في المية دي وهتكتب تي اي ام بي وهتعمل نفس العلامة تاني من شفت ورقم خمسة وهتضغط على اوكي هيفتح لك كل آآ افتح لك الملف ده كده هتحزف كل الملفات اللي موجودة فيه كل الملفات دي هتعمل لها تمام? كل الملفات هتضغط حتى اي ملف عايز يطلب النوية المسح همسحها. هتلاحز ان الجهاز بقى معاك سريع شوية عن الاول. الطريقة التانية لتسريع الجهاز من كايمة run برضو هتكتب كلمة دي زي ما هي كده بس من غير العلامة دين دول. هتضغط على انتر. هتضغط كونكت هتمسح برضو كل الملفات اللي موجودة هنا هتعمل لها كل الملفات اللي موجودة هتعمل لها طيب كمان فيه طريقة تانية برضو كل الموضوع يا جماعة كل الموضوع دي من run هتكتب آآ هفتح معنا الملف ده بالشكل ده برضو هتمسح كل اللي هو تمام طيب تعالوا كمان فيه امر كمان اهو هتكتب في قائمة هنا هتكتب الامر ده. دي الل. سي اي. سي اتش اي. طيب هو مش ظاهر عندي علشان هو الامر ده اصلا لويندوز اكس بي. فمش مشكلة. كفاية اللي احنا كتبناهم الاوامر دي عندكم ايه? التيمب والتمب. آآ بالعلمتين والبريفيتش. تمام? طيب تعالوا بينا نخش على الامر اللي بعد كده ونشوف يا ترى هيكون ايه? الامر اللي بعد كده من قلمة run برضو ازاي بتعرف لميع مواصفات الجهاز بتاعك بالتفصيل. هو في الحقيقة فيه امرين. اول واحد سهل جدا اهو هتكتب دي اكس دي اي اي جي. فتضغط على انتر. هننتظر لحظة. هيزهر لنا قيمة بالشكل ده. تقدر تعرف من اسم الويندوز وهل هو اتنين وتلاتين ولا اربعة وستين. وتعرف الويندوز لغته ايه? وتقدر كمان تعرف اسم موديل الجهاز بتاعك كهو ايه بالزبط? تمام? اه تقدر تعرف البروتسيسور بتاعك نوع ايه? تقدر تعرف الرماتك كام? اه من هنا تقدر تعرف كارت الشاشة. نوع ايه? وامساحته كام? تمام? طيب? في حاجة تانية وهي برضو من قيمة رون رس دي طبعا من الدوس. الدوس يا جماعة بتفلح تاني معليش اهو. بتفلح كده. من رون تكتب سي ام دي. سي ام دي تفتح قيمة الدوس. اللي هي الشاشة السودة دي اسمها الدوس. ارتعرف المواصفات بتاعة الجهاز بتاعك كلها عن طريق الدوس دي. هتكتب هنا ايه? هتكتب سيستم. انفو. وتضغط على انتر وهتنتظر لحد ما يحمل بهنا بيحمل لنا كل المعلومات اللي تخص الجهاز دي. ده اي بي الراوتر وده اي بي الجهاز. ده الاي بي اللي الجهاز سحبه من الراوتر. تمام? هو عندنا كمان بيقول لنا الجهاز يعني ركب في ايه? قطع ايه بالزبط? يعني انا موصل هنا قطعة زهرة معايا كمان اهو. كل حاجة عن الجهاز تقدر تعرفها كل الحاجات دي. طبعا ملكش طعب الاركام دي. دي حاجات تانية كده في المواصفات. جايب لنا الجهاز متصل بيه والسيرفر والرامات طبعا وكل حاجة. وهل ركب كام رامة رامتين ولا رامة واحدة? وكل حاجة بتزهر قدامك هنا بشكل واضح. كل اللي عليك ان انت هتقرأ اللي عالجنب ده. وهتقرأ الاقصاد. الاقصاده هو البيانات او المعلومات اللي طلايت لنا عن طريق الامر اللي احنا كتبناه. تمام? نخش بقى على اللي بعده ونشوف الامر اللي بعد كده يكون ايه? هو شيء بسيط للغاية. وهو مسلا انا عندي ملف مليان او فولر مليان من جوة سور او اي حاجة مهما ان كانت هي ايه? عايز ان انا اخلي اسم الملفات دي كلها مسلا خلفية واحد خلفية اتنين خلفية تلاتة خلفية اربعة كده. هعمل ايه? هضغط على كنترول ايه. كنترول ايه من الكبورد. او اللحظة واحدة نشتغل الكبورد كده عشان برضو الناس اللي مش عارفة ايه هو كنترول اصلا. بص يا جماعة كنترول هو الزرار ده. اللي هو في الكبورد من تحت. هتضغط عليه وتضغط على حرف ال ايه? بيقوم حدد لنا كل الملفات اللي موجودة عندنا دي. كنترول ايه? بيتحدد كل الملفات دي كده. تمام? هنحدد الملفات كده ونضغط على اي اللف ونضغط على نضغط على اول واحدة دي ونضغط على اللي هو اعادة التسمية. فانا اخلي الاسم خلفية. اخلي الاسم خلفية. تمام? واضغط على اوكي. لاحظوا معايا كده. ايه اللي حصل? كل السور بقى اسمها خلفية ولكن بترتيب معين. خلفية واحد خلفية اتنين خلفية ثلاثة. تمام? وهكذا. كل السور بقى بقيت اسمها بنفس الاسم اللي انا اخترته ولكن بتركيم معين. طيب انا من دلوقتي مش عايزة تبقى بالتركيم ده هقدر ان انا خليها بالتركيم تاني. ولكن بالانجليش. تمام? اهو. بقى كله بالانجليش برضو. تعالوا نشوف الامر اللي بعد كده افضل يعني ده موضوع سهل جدا مش محتاج شرحة طويل. عشان ما نطولش في الموضوع. اه الموضوع اللي بعد كده هو ازاي هنبحس في محرك جوجل بكل عمق. يعني ايه? يعني مسلا انا دلوقتي عايز ابحث عن حاجة. ولكن عايز المحرك يجيب لي النتائج مزهلة. العلامة الزائد دي ليها يعني ليها فايدة كبيرة جدا. انا دلوقتي مسلا لو هابحث عن كموس. كموس انجليزي مسلا. هكتب كموس. مش بس كده لأ هروح مزود. هنا هارف الزائد واكتب انجليزي. واضغط على انتر. هتبص تلاقيه بيجيب لك كل حاجة كل كل حاجة تخص الكموس الانجليزي. حتى هنا اهو. جاب لي اصلا ترجمة جوجل. يعني ايه? يعني ممكن اكتب هنا مسلا ايه? اكتب هنا محمد. هلاقي بي ترجم لي على متصفح جوجل الشهير. طيب. الحاجة التانية علامة ناقص. يعني احنا اخدنا علامة زايد ناخد بقى علامة ناقص. علامة ناقص دي بقى العكس. يعني عكس علامة زايد. يعني ايه? يعني مسلا انا دلوقتي هكتب كلمة كموس برضو. بس هكتب بدل الزايد هكتب ناقص وهكتب انجليزي. شوفه هيجيب لي ايه? اهو. تمام? بيجيب لي كلمة كموس بس مش هيجيب لي يعني يعزف لي كلمة انجليزي ده من الموضوع. نشوف بعد كده الامر اللي بعد كده. طيب ناخد كم اختصار كده على السريع لمعاني التليمات اللي موجودة على الانترنت. معنى الكلمة دي. اهو هكتبها ايه. احليوني هكتبها بالشكل اوضح اكتر. طبعا كده انا هصغر او هكبر الخط. فورمات فونت. بعد كده يزهر لي هنا اختار الخط. اهو. طبعا اختار اكبر حاجة وهنا الخط يبقى شكله عامل ازاي فخليه اللي عادي احسن. تمام? هناخد معنى كلمة انتر. انترنت دي يا جماعة هي الشبكة العالمية. شايفين الكلمة شكلها عامل ازاي? انترنت دي الشبكة العالمية. طيب. في عندنا هنا انتر. في هنا حرف ايه? تمام? دي الشبكة الداخلية. اللي هي الشبكة المحلية. تمام? ايه الفرق ما بينهم? حرف الايه بس? تمام? حرف الايه اللي بعد الارضة? ده الفرق. انتر. في هنا حرف ايه? تمام? دي الشبكة الداخلية. اللي هي الشبكة المحلية. تمام? ايه الفرق ما بينه? محرف الايه بس. تمام? محرف الايه اللي بعد الارضة? ده الفرق ما بينه. دي الشبكة العالمية. دي الشبكة الداخلية او المحلية. عندنا هنا تاني ايه هو الاتش تي ام ال? ده اختصار لهايبر ماركاب. تمام? دي اللغة اللي بيتم بواسطتها كتابة وتصميم صفحات الانترنت. الظاهرة على المتصفح. يعني نسال بسيط كده اللي هو زي كده. الصفحة دي مكتوبة او متصممة كده بلغة الاتش تي ام ال. نيجي خدمة الانترنت. وطبعا اي اس بي اختصار لكلمة كبيرة جدا وهي سيرفيز انترنت. طيب اللي بعد كده ايه ده? برضو اختصار لكلمة كبيرة بس هنا هقولكو على معناب العربي هو من الاخر كده اللي احنا نقول عليه اللينك. اللينك. او الرابط او الموقع. شوف بقى انت بتقولها بانهي لهجة فيهم. تمام? نيجي للبعد كده الاختصار اللي هو الايميل. ايه هو الايميل? هو البريد الالكتروني. البريد الالكتروني. ايه زي مسلا زي ايه? زي الياهو. الياهو ده اسمه ايميل. او بريد الالكتروني. اه زي الجيميل اللي هو بتاع جوجل. حساب جوجل الناس مسلا بتقول عليه حساب جوجل بتقول عليه جيميل. الجيميل ده برضو هو يعني معنى لكلمة ايميل. نيجي اه بعد كده اختصار الاف تي بي. ايه هو الاف تي بي ده? الاف تي بي ده اللي هو اختصار لكلمة فايل ترانسفير بروتوكول. يعني ايه فايل ترانسفير بروتوكول? يعني نقل الملفات عن طريق الانترنت. طيب نيجي بعد كده الايه الاختصار? الفايرويل. ده الجدار الناري. يعني ايه الجدار الناري? هو مش جدار الناري ولا حاجة زي ما انتو فاهمين? مش حيطة مولعة. لا ايه. ده الحاجز ما بينك وما بين كل البرمجيات الخبيثة اللي تقدر ان هي تخش على الجهاز بتاعك ده. بيكون حاجز لها. حاجز للحاجات دي. ما ما فيش اي حاجة تقدر تخش على الجهاز بتاعك طول ما ده شغال. طيب تقدر تقع يعني الموضوع ده يعني مش موضوعي ان انا اقول لك زي تقدر تعرف ده مفتوحه? لا لا بس اقول لك. تقدر تخش هنا كده. عندك هنا الفايرويل بيبقى موجود في السيستم عند سيكورتي. عندك ويندوز فايرويل. تقدر تعرف هو شغلوا ولا لا? طبعا انا مش شغلوا. انت لو عايز تقفلوا. تقفلوا كده. اهو. انا عفلته. ما فيش ايام مش كده. كده حتى لو مقفول يعني كل واحد بقى على حسب خبرته. انت ممكن حد يخترك الجهاز بتاعك انا ما لأ. تمام? ما علينا نخش على اللي بعدين. عندنا هنا الابلود. ايه الابلود ده? ده رفع الملفات من الكمبيوتر الخاص بك او الموبايل او اللابتوب او الايباد. كل ده ينفع تايما من علوم ابلود. يعني ايه ابلود? يعني ترفع الملفات الموجودة عندك على الموبايل او على اي جهاز معاك. تقدر ترفع الملفات دي على الصفحات او على اي موقع على الانترنت. على عكس الداونلود. طبعا كلنا عارفين الداونلود مش محتاج شرح بس هقول لكم برضو فكرة سريعة عن الداونلود ده. اي ملف بيتم تنزيله من على الانترنت. بواسطة اي جهاز كمبيوتر او اي جهاز محمول. مش بس كده لأ. انت دلوقتي انا دلوقتي انا بتصفح كده. انا بتصفح دلوقتي اليوتيوب او بتصفح جوجل. انا كده بعمل داونلود. ازاي? موضوع طويل ومش هقدر اشرحه لك علشان وقت الفيديو كفاية الوقتي بتاعه اللي هو هيعدي ساعة شكله كده. آآ طول ما انت بتصفح. تسمع فيديو فاتح الفيسبوك فاتح الانستجرام. انت كده بتعمل داونلود. نخش على الموضوع اللي بعد كده وهو الشات. ايه هو الشات? الشات هو الدردشة. يعني انت بتكلم واحد على السكايبي على الفيسبوك على تويتر على الانستجرام. على اي موقع ما ما ان كان بتكلمه ده اسمه شات. نخش على بقى ايه هو الدومين ده? الدومين ده بيستخدم لتحديد مكان شبكة الكمبيوتر. والموقع بتاعها. تمام? والنت. طيب. خلونا نخش بعد كده بقى على ايه? على البروتوكول. ايه هو البروتوكول ده? البروتوكول ده لغة. بيتم الاجهزة يعني بصوا بالبالة دي كده. اجهزة الكمبيوتر بتتكلم مع بعضها عن طريق البروتوكول ده. تمام? نخش بقى بعد كده على ايه? على اليوزر اكاونت. ايه اليوزر اكاونت ده? اللي هو من الاخر كده الحساب بتاعك. الاسم المستخدم. او يعني انت بتخش كده على الفيسبوك بيقول لك اكتب البريد الالكتروني وكلمة السر. البريد الالكتروني اللي هو اليوزر نيم. ده اسمه اليوزر نيم. اليوزر نيم تمام? عندنا ايه تاني هنا? هقول لكم. عندنا حاجة اسمها الاس اس ال. يعني ايه الاس اس ال? يعني لما بتخش على اي موقع كده زي اليوتيوب مسلا واتدوس على الافل ده. بتلاقي حاجة اسمها الاتصال الامن. ايه الاتصال الامن ده? هو الاس اس ال. ده معناه كده الاس اس ال هو الاتصال الامن. في حاجة بقى عندنا هنا تاني اسمها السيرفر. ماشي السيرفر مش هكتب بالانجلش هكذا معنا. السيرفر اوه. تمام ايه هو السيرفر? السيرفر على عكسه الكلينت. السيرفر ده هو دائما بيكون متحكم. السيرفر خليك فاكر المعلومة دي كويس السيرفر دايما بيكون متحكم. اما الكلنت فهو مفعول به. يعني ايه? يعني الكلنت مستخدم. اما السيرفر فهو آآ اللي بتحكم في الكلنت. زي ايه? مسال بسيط كده وسريع زي التيم فيور. برنامج التيم فيور. انت لما بتسطب برنامج التيم فيور وبتيجي تدخل عند واحد صاحبك علشان تسطب له لعبة او تعمل له اي حاجة. طبعا لازم هو يكون عنده تيم فيور برضو. انت بتدي او هو بيديك الرقم او انت بتدي له الرقم. علشان تقدر تتوصله ببعض. انت المتحكم وهو قاعد بيتفرج. يعني هو قاعد بيتفرج والمواس بيتحرك كده قدامه. كده هو بيبقى الكلنت. انت المتحكم تبقى انت السيرفر. ده السيرفر والكلنت. نخش على اللي بعد كده. انا عارف ان ممكن يبقى في ناس كتير ما مستفادتش بحاجة من الموضوع ده. او الاختصارات دي بس في ناس هتستفيد يعني في ناس هتستفيد. طيب خلينا نخش بقى الحاجات اللي هي ايه? يعني اظن انها هتكون حاجة كويسة لي. دلوقتي افتح بس الكبور ده كده. علشان تشوف اكتر. دلوقتي انا مسلا انا هنا شغال اهو هضغط على كنترول كنترول ده هو ده. تمام? هضغط على كنترول زائد اف تسعة. الاتنين مع بعض. انا لو ضغط على كنترول زائد اف تسعة. ايه اللي هيحصل لو ضغط على كنترول و اف تسعة? كنترول زائد اف تسعة. هلاحظ انه فتح لي كوسين تلقائي للكتابة بداخلهم. تمام? فتح لي كوسين تلقائي للكتابة بداخل بداخلهم هوا. كنترول مع اف تسعة. فتح لي كوسين تاني. كنترول مع اف تسعة. فتح لي كوسين تاني. اقدر اكتب في غسطهم. عندنا دلوقتي مسلا لو الملف ده فيه ارقام تليفون كتير جدا كتير جدا جدا. فيه مسلا وليكن الف رقم متسجلين كل رقم متسجل اصاده الاسم بتاعه. انا دلوقتي مسلا عندي الرقم زيرو عشرة مسلا وعندي اصاده مكتوب احمد او سعيد او حسين او محمد اي اسم. تمام? انت عايز تجيب الاسم ده هجيبه ازاي? هتدور في الالف اسم 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 هتكون عينيك وجعتك وهتمل ومش هتلاقي الاسم برضو في الان. طيب عشان تجيب الاسم ده بسهولة هتقدر تعمل ايه? هتضغط على ده وتضغط على حرف الاف. هيفتح لنا القائمة دي زي ما انتم شايفين كده. سواء بقى او سواء في الموقع او اي حاجة. ده عبارة عن بحس. عبارة عن بحس. تمام? هكتب الاسم اللي انا عايزه. احمد. كتبت احمد اوه. تمام? هضغط على اوكي? جاب لي احمد اوه. متزللة. بيزللها ليه كده? تمام? لو في اكتر من احمد بتقدر تنزل وتطلع. تنزل وتطلع كده. تمام? بيكون برضو في اي مكان تضغط في كنترول اف سواء على سواء في اي حتى يعني هضغط هنا اوه. لحظه واحدة اعتقد كنترول اف اوه. تمام? فتح لي هنا تحت اوه. ابحث في الصفحة. هكتب محمد. تمام? رضا. اهو. جاب لي هنا النتيجة اتنين من اتنين. طب انا كده على واحد اي. هطلع على التانية. جاب لي اللي فوق اهي متزللها. هو بيزللها لي لوحده. اهي. اهي. لو انا دلوقتي شغال. بعمل بحس. بعمل اي حاجة. بكتب. وكتبت كتير جدا. كتبت كتير جدا جدا. تمام? وقام النور قاطع. فهيكون اه ايه الحل دلوقتي? مش اطيع ما فيش حل. الحل ان انت كل ما تكتب مسلا مية حرف تروح دايس على كنترول اس. كنترول زائد حرف الاس. كنترول اس. كده انت بتعمل حفظ مؤقت للملف بتاعك. كل مية حرف. تقوم عامل ايه? تقوم عامل كنترول اس. كنترول اس. كل مية حرف. او كل عارفين تلاتة. المهم ان انت تعمل ايه حفظ للملف بتاعك عشان النور قاطعه حصلت اي مشكلة. يبقى الملف بتاعك محفوظ. نخش على الامر اللي بعديه وهو آآ كنترول شفت. كنترول شفت بيعمل ايه? كنترول شفت. بيخلي الجملة تروح من الشمال اليمين او من اليمين للشمال العكس. تمام? نخش بقى على الامر اللي بعديه وهو آآ 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 لو ضغط على آآ آآ دلوقتي هيفصل. هيلغي لي اي حاجة مفتوحة على جهاز. الزايد اف اربعة. اللي اتنين مع بعض بيقفل اي حاجة اي اي صفحة انترنت مفتوحة اي حاجة مفتوحة بيقفلها. طيب خلينا نخش على الموضوع اللي بعديه. اللي وهو آآ 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 ده بيعملوا ايه? اللي اتنين دول مع بعض? ده وده. مع بعضهم بيعملوا ايه? بينقلني على الصفحة اللي بعدها. او. بينقلني. من صفحة لصفحة. او ممكن الت وتاب. بينقلني على بعدها. او زي ما انت شايفين كده. تمام? نخش على المو الامر اللي بعديه وهو آآ وتاب. بينقلني على بعدها. او زي ما انت شايفين كده. تمام? نخش على المو الامر اللي بعديه وهو آآ اف اتنين. اف اتنين ده بيعمل ايه? اقول لكم اف اتنين ده بيعمل ايه? اف اتنين ده اهو بيعمل اعادة تسمية للملف. زي وزي كليك يمين ورينين. اف اتنين اختصار لكليك يمين ورينين. بتحدد الملف وتدوس علي اف اتنين من الكبورد كده. تبص تلاقي بيقولك ايه? قاعدة تسمية الملف. تمام? نخش على الامر اللي بعده وهو العلامات. او التنوين. يعني مسلا انا هكتب محمد. عايزة نونها. مسلا هحط ضم فوق المين. هضغط على شفت شفت زائد حرف الاي. دي في الكبورد السه اللي هي الاي. تمام? اللحظ ان هو هنا هيحط لي ايه? ضم. طيب انا لو عايز مسلا احط تنوين فتح. تنوين بالفتح. شفت زائد حرف الدبيو. دبيو. تنوين بالفتح. طيب عايزة احط. فتحة واحدة بس. بيبقى شفت وكيو. شفت وكيو. هبصة لقي بيحط الايه? فتحة واحدة. طيب عايزة هتبقى قصرة. شفت وحرف الايه. زي ما انتو شايفين كده. ده تنوين بالكسر. طيب عايزة اخليه يحط تنوين بالكسر يعني اتنين اتنين قصرة. دي بقى تنوين بالكسر. طيب لو عايز مسلا اخليه حطيلي شدة. الشدة بقى دي. شفت وحرف الزال. شفت وحرف الزال. هبصة تلاقيه حط شدة. اهو. شدة كده زي دي. اهو. شدة وفتحة. لو عايز احط تنوين ضمة اللي هو ضبل ضمة شفت وحرف الار بيحطيلي ضبل ضمة. لو عايز احط مسلا آآ. لام لام الف. همزة تحتها. همزة تحتها لام الف. اهو. شفت حرف التي. شفت وحرف التي. شفت وحرف التي. معلش. الفيديو طول وانا خلاص. لقبط جت اخي. عايزين نحط الف تحتها همزة. الف بس تحتها همزة. قلنا بس نكبر الخط شوية كده. الف تحتها همزة هيبقى شفت وحرف الواي. تمام? دي الف تحتها همزة. الف ممدودة شفت وحرف الار. حرف الاتش معلش. شفت وحرف الاتش. اللي هي الف فوقها همزة. الف ممدودة بقى شفت وحرف البي. ليلم الف ممدودة. تمام? عندنا هنا بقى شفت وحرف البي بيعمل كوس بالشكل ده. آآ شفت وحرف السي بيعمل بيقفل الكوس. تمام? عندنا شفت وحرف الدي كوس بالشكل ده. وشفت وحرف الاف العكس بتاعه. آآ عندنا كمان هنا. شفت وحرف الجي بيعمل الشرطة دي. وش? وعندي انا بقى هنا حاجة تانية كنترول. اللي هو كنترول ده ما تنساش كنترول عشان كنترول لي خصائص كتير. كنترول بيعمل ايه? شايفين مسلا انا دلوقتي? هعمل ايه? عايز اخد دول كده كوبي. معلش اللي قرضى عندي في مشكلة تعريبين. عايز اخد اي حاجة كوبي. اخد دول كوبي مسلا. هضغط نسخ. طبيعيا اضغط كليك يمين. هحدد اللي انا عايز اخدو كوبي. او نسخ. واضغط كليك يمين عليه. واضغط نسخ. لا. اضغط على كنترول وحرف السي. كنترول وحرف السي. واجي هنا مسلا عايز اعمل لهم لسك او بيست. لا. اضغط كنترول وحرف الفي. كنترول سي مع كنترول في. كنترول في او. ده كنترول وده في. تمام? حرف الفي ده مع كنترول بيعمل لسك. طيب. عندنا حاجة تانية وهي كنترول ايه. ايه فايدة? كنترول ايه? بص يا جماعة. كنترول ايه ده? بيحدد الصفحة كلها. كنترول ده مع عارف الايه? بيحدد الصفحة كلها. كنترول ايه بيحدد الصفحة كلها. وكنترول سي بينسخ. وكنترول اكس بيقطع. بيعمل اهو. تمام? طيب كنترول زد بيتراجع. خطوة الى الخلف. تراجع خطوة الى الخلف. تراجع خطوة. كل ما تدوس عليه. كل ما تدوس كنترول زد يعملك يرجع خطوة للخلف. لو انت شغال مسلا وعملت حاجة غلط وعايز ترجع. كنترول زد. انا دلوقتي كبرت الخطة وعايز اخليه ارجعه صغير تاني. كنترول زد. تمام? وكنترول اف طبعا احنا شرحنا اللي هو البحث. عندنا بقى ايه? عندنا اف اربعة. اف اربعة ده بيكرر اخر عملية. تمام? يعني انا دلوقتي كتبت محمد. عايز اقرارها. هل اكتبها تاني? ولا ضغط ولا انسخها والزقها تاني? لا. دايس اف اربعة. هيروح مكررها لتاني. كتبت احمد. هيعمل ليه ويدوس اف اربعة هيكتب لي احمد تاني. تمام? لو انا ضغط على كنترول. لو انا ضغط على كنترول زد الهوم. كنترول زاد الزرار اللي مكتوب عليه هوم ده. هيطلعني لاول الصفحة. يعني لو الصفحة دي فيها خمسين الف كلمة. خمسين الف كلمة كده. خمسين الف مسلا. لو فيها كلام كتير كده. وانا عايز اطلع فوق خالص. هل هفضل اطلع بالبكرة بتاعت الماوس? لا. تضغط على كنترول هوم. هيطلعك لاول كلمة في الصفحة. لو عايز انزل لاخر الصفحة. كنترول اند. هي نزلك لاخر الصفحة. بالشكل ده زي ما انتم شايفين. لاخر الصفحة واول الصفحة يبقى ايه? هوم اند اند. هوم اول الصفحة. كنترول اند اخر الصفحة. عندنا كنترول كي. كنترول كي بيعمل ايه? بيعمل تنسيق للصفحة. كنترول كي بيعمل تنسيق للصفحة. تقدر تعمل تنسيق معين اللي انت عايزه. للصفحة بتاعتك. طيب عندنا كنترول بي. كنترول بي بيعمل ايه? كنترول بي بيعمل طباع. كنترول بي. حرف البي ده. اللي هو البرينت. بيطبع الملف بتاعنا. سواء ملف زي كده سواء صفحة زي دي سواء اي حاجة. كنترول بي يبقى اختصار لطباعة اي حاجة. طيب نخش على اللي بعد كده بقى اه وهي التصغير والتكبير بتوع النصوص. بتكبر النص ازاي او بتصغره ازاي? كنترول جيم. حرف جيم. كده انا بصغر اوه. ده بيصغر. كنترول جيم بيصغر او بيصغر واحدة واحدة. طول ما انت ضاغط على حرف جيم بيبدأ ايه? يزهر. طب عايزة اكبره يبقى كنترول هيه. كنترول دال معلش كنترول دال. جيم والدال جند وعد. كنترول دال تكبر كنترول جيم. تصغر. تمام? طيب هنكتفي بقى كده بالكنترولات والحبشتكنات اللي احنا عملين نعملها كده من الصبح دي. علشان الفيديو ما يتغلش عليكم وتزهقوا. لو محتاجين اي حاجة تانية. ممكن تكتبوها في كومنت تحت الفيديو اي حاجة تانية. ممكن تكتبوها في كومنت تحت الفيديو وان شاء الله هيتم الرد على جميع اسئلتكم في اقرب وقت. وبكل تأكيد هيتم شرح اي اي فيديو انتم محتاجينه يخص الخزعابلات اللي احنا بنعملها ديت. ايه اللي كان في درسنا اخر ان شاء الله. واتمنى ان انتو تشتركوا في القناة. الخزعابلات اللي احنا بنعملها ديت. ايه اللي كان في درس ان اخر ان شاء الله. واتمنى ان انتو تشتركوا في القناة.